نذهب معكم مشاهدين لمتابعة هذه الجولة وأبرز ما تنوى له الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية تفضل وائل مع التحية اليوم الخامس بعد المئة ماذا تقول إسرائيل؟ أهلا بك العزيز حازم والمشاهدين أهلا بك أبدأ كالعادة برأي أحد الكبار المحلي الإسرائيليين اليوم نعود على نحوم برنيع في يدغوت يقول بما معنى بأن لا يوجد اسمه فراغ في الدنيا وبما أن نتنياهو لا يريد أن يناقش يوم بعد الحرب فما أن خرج الجيش من مناطق محددة في شمال القطاع ورغم الدمار الهائل والقتل والجرحة افتتح سوق جباليا ومن يدير الآن حسب الكاتب هي عناصر غير مسلحة ولكنها من حماس ويقول ما يقيم الحكم هي حركة الناس هذه الأسواق والحياة وإعادة البناء وليس الأنفق وإسرائيل تشدد على الأنفق ولفت إلى أنه لا فائدة من حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله إذا نشبت حرب كهذه ستكون مبررة لكن نهايتها في أحسن أحوالها بعد أن تعاد لبنان إلى العصر الحجري حسب الكاتب مثل تعاهد جلانت وبعد أن يستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية بصورة بالغة فإن أفضل ما يمكن الوصول له قرار 1701 الذي يبعد كوات حزب الله إلى موراء الليطاني بقول بما معناه حتى لو ضربنا لبنان ضربة قوية لما المغامرة؟ النتيجة غير مهمة كثيرة من الآن واضح وشندد برنية على أنه يكون في موضوع المخطوفين أيضا فلا يوجد أدلة على أن الضغط العسكري يلين موقف يحيى السنوار والخطأ الاستراتيجي كان بعدم إدراك قدرات السنوار وحركته قبل 7 أكتوبر يقول أخطأنا وأخفقنا في 7 أكتوبر وخلافا لثرثرة مذيعي التلفزة فإن حماس يهتمون بمصير سكانهم واعتبر أنه في جميع الأحوال نحن في طريقنا إلى خارج القطاع وفي جميع الأحوال ندرك اليوم أن حماس لن تختفي وليس في السنة القريبة بكل تأكيد كما أن أطلاق القبائف الصاروخية سيستمر بصورة أو بأخرى وفقا لبرنية أيضا أنه ثمت قرارات تتخذها إسرائيل خطيرة جدا للأسف ومنها عدم بحث اليوم الذي يلي هذه الحرب ويقول ما معنا جميعنا أصبحنا نعرف بأنه على إسرائيل أن تأخذ قرار استراتيجي وجوهري وهو تبادل أسرة لأنه لن يكون هناك تبادل أسرة أو إعادة أسرة إسرائيليين دون صفق التبادل من هنا أنتقل للفيديو الأول 105 أيام إنه السبت الخامس عشر بعد سبت السابع من أكتوبر كل الاستيديوهات كلها أغلب وقتها يتحدث عن الأسرة الإسرائيليين في أيدي حماس والجهاد أستطيع أن أقول بأن موضوع الأسرة هذه لازمة في الاستيديوهات يعني يقولون مثلا بأنه هناك تطورات جديدة يركزون عليها هناك هدوء ما أو لا يوجد شيء جديد يقولون لصحفيين لجمهورهم يعودون على موضوع الأسرة من جديد وعلى الفشل بأنه لم يستطيعوا إخراج ولا واحد منهم حتى الآن حيا ويسألون الأسئلة التالية واحد هل فعلا الضغط العسكري يعجل إخراج الأسرة؟ هل فعلا على سلم أولويات نتنياهو أصلا وكابنات الحارب موضوع الأسرة؟ هل يمكن أن نحقق الهدفين معا القضاء على حماس وإطلاق صراح الأسرة؟ وإذا كانت صفقة تبادل الأسرة قادمة لا محالة للوصول لأبنائنا فلماذا لا تتم إذن الآن؟ وكم تبقى لدينا من الوقت لاسترجاع الأسرة أحياء؟ كل هذه الأسئلة هي عمليا الأسئلة الأهم في الاستيديوها اليوم كان أحداش قالوا أن جهة كبيرة في الحكومة قالت لأهالي الأسرة بأنه لا يوجد جديد يقولونه لهم ولا يوجد أي صفقة حالية على الطاولة الأهالي ردوا بأنهم فقدوا ثقتهم بكابنات الحرب ولديهم نية نتبهوا نية للتوجه لوسطاء أو للوسطاء بشكل مباشر مصر وقطر دون العودة إلى الحكومة يعني اليوم أهالي الأسرة والجمعيات اللي بتدعمهم بفكروا الالتفاف على الحكومة والتوجه لأهالي الأسرة أو للوسطاء بشكل مباشر لكي يتم إطلاق صراحهم خصوصا الأسرة الذين ليس أو الذين معهم عمليا مواطنات من دول أخرى هذا شرخ قوي وفيه إهانة باعتقادي لحكومتهم وعدم ثقة فعلا بالمقابل كانت اليوم مع تمير فريدمن وهو رئيس سابق للموساد قال على نتنياهو إذا كان قد تنازل عن الأسرة أن يقول يعني هناك شك حتى عند رئيس سابق للموساد بأن نتنياهو تنازل عن الأسرة وإذا كان نتنياهو يقول الرئيس أو السابق للموساد إذا كان الهدف أصبح ثانويا للأسرة والهدف الأساسي فقط القضاء على حماس وإذا كان نتنياهو يدفع باتجاه مقتل كل الأسرة شوفوا مقتل الأسئلة على شكل تهم وإنهاء الملف بهذه الطريقة على نتنياهو أن يتوقف بالتلاعب بمشاعر الشعب والأسرة وليقف ويقول ذلك بشكل واضح يقول يجب أن يصارحنا طبعا هو عمليا يفكر أن نتنياهو يفكر بهذه الطريقة ولكن تبقى نتنياهو فقط أن يقول وطرح حسب رأيه الاتهامات على شكل أسئلة قبل أيام قالوا في الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو قد عثر صفقة تبادل أسرة دون أن يعود لكاملينة الحرب وعن الضغط العسكري على حماس بأنه هو الحل قال أحد المحلين اليوم إما أن الضغط غير كافي وهذا هراء طبعا أو أن المعادلة كلها من أساسها غير صحيحة هذه المعادلة التي يحاول تسويقها خصوصا جانس وعفوا جلند ونيتنياهو من هذه الخلافات أنتقل للفيديو الثاني الفيديو الثاني أيضا يتحدث عن خلافات خطيرة الصحفية إلانا ديان أجرت مقابلة مع الوزير في كابنية الحرب جابي أيزنكوت وكان رئيس أركان سابق وابنه كتير قبل حوالي شهر في غزة المقابلة كانت مهمة لأنه شايفين حتى في الاستيديوهات أحضروا المقابلة وأجروا فيها تحليلات طويرة أيزنكوت قال أمس انسوا الموضوع حرفيا يقول لا يمكن إعادة أسرة دون تبادل أسرة لا يمكن إعادة أبناء دون تبادل أسرة حسب قوله وأنا أرى أن هذه الجملة تؤكد أن هدفي الحرب معا غير منطقيين تبادل أسرة ستصور حماس طبعا أنه انتصار كبير لها وبين الأسرة مطلوبين كثر من قيادات حماس في غزة والضفة والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وفصائل أخرى إذن كيف الهدفين معا لا يمكن قال أيزنكوت أيضا يجب أن نكون منطقيين ليس لدينا الكثير من الوقت لكي نستعيد أبنائنا أحياء هذا الكلام له وقع مهم في الشارع الإسرائيلي خصوصا بأن من يقول هذا الكلام هو ابنه قتل في القطاع قبل أسبوع قليل وقال رئيس الأركان الأسبق لقد منعنا اتخاذ قرار خاطئ للغاية لأنه لو اتخذ قرار بمهاجمة لبنان فإننا قد حققنا رؤية رئيس حماس يحيى السنوار الاستراتيجية المتمثلة بإحداث حرب إقليمية فورية حسب رأي أيزنكوت أخيرا أضاف كنا سنعمل على الفور على تسخير المحور بأكمله في سوريا والعراق وإيران بالإضافة إلى لبنان فيما ستصبح حماس التي تسببت لنا بأكبر ضرر منذ قيام الدولة جبهة ثانوية من تصريحات أيزنكوت التي أثار الجدل كبير اليوم في الإعلام أنتقل للفيديو الثالث في الفيديو الثالث سخرية واضحة سخرية واضحة في قناة ناش من نتنياهو على لسان المحلل الصحفي الكبير أمنون أفروموفيج قال سألوه كيف ترى إدارة الحرب حتى الآن والإنجازات التي حققت قال نتنياهو في العام 2009 بشرنا أنه قام بالقضاء على حماس فينا نتنياهو فيديو بالألفين وتسعة بقول من شيء خمسة عشر سنة بقول قضيت على حماس ويقول قبل حوالي شهر بشرنا بأنه وصل إلى بيت السنوار وهكذا بسخرية خبيثة قال أنه بعد تصريح نتنياهو هذا حينها خرج الناطق باسم الجيش وقال كل خان يونس بيت للسنوار يتساءل أفروموفيج ما الذي جنينا من تصريحات نتنياهو هذه الكبير العظيم قال نتنياهو يتحدث عن نصر تام وهو يعرف أنه حتى بمصطلحات الحروب الحديثة ما في شيء اسمه نصر تام ولكنه يقول نتنياهو يريد حرب بلا نهاية لكي يحافظ على نفسه وعن قول نتنياهو أنه هو فقط هو من يمنع إقامة دولة فلسطينية يقول الصحفي أن نتنياهو في خطاب جامعة بار إيلان تحدث عن حل الدولتين وقال أيضا تذكرون صفقة القرن التي قادها ترامب حينها كان فيها إقامة دولة فلسطينية على 70% من أراضي الضفة الغربية وغزة نتنياهو ماذا فعل حينها دعمها إذن كيف يقول اليوم بأنه هو الحصن المنيع ضد حل الدولتين باختصار تخر من نتنياهو فند تصريحاته التي كانت أمس التي تبجح فيها في المؤتمن الصحفي الفيديو الرابع اليوم أبلغوا في الصحفة الإسرائيلية أن المحادثة التي أجراها الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية استمرت 40 دقيقة حسب قولهم نسبيا كانت ودية يمكن بكارنوها مع مرات سابقة على الرغم من أنها جاءت بعد قطيعة استمرت حوالي شهر وفق التقارير الصحفية فقد تحدث الاثنان عن الرهائن وعن تحول العملية العسكرية في غزة مرحلة الثالثة وعن عدم توسع الحرب مع حزب الله وتحويل أموال السلطة الفلسطينية وعلى ذمة بيان البيت الأبيض اللي نقلوه بالإعلام الإسرائيلي بأن بايدن رحب بسماح إسرائيل بشحنات دقيق لغزة هو تقمح وشدد على عدم إلحاق أضرار بالمدنيين آه شفنا حنون بايدن ثواريخ وأسلحة دي الرز وقلكان على المدنيين أنتقل للفيديو الخامس من قلب بايدن المرهف إلى الفيديو الخامس من ترونه على الشاشة الآن هذا كاتب ساخر إسرائيلي مشهور مشهور جدا اسمه لقورش لاين قال الادعاء من أنصار نتنياهو أن تظاهرات أهالي الأسرة لإعادة أبنائهم تعيق الانتصار على حماس هذه الدعاءات غير صحيحة يقول شلاين الحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من مسك نتنياهو كلفتنا أكثر من 200 مليار شكل مئات ألاف المواطنين تم إجلاءهم من بيوتهم حربنا اقتصادية خربنا الاقتصاد ولم نقضي على حماس ما زالت الصواريخ تطلق علينا السنوار ما زال على قيد الحياة إسماعيل هنية أيضا بقول حتى محمد ضيف قبل الحرب كان ثلاث أربع ميت حسب التقرير الإسرائيلية مبادئ الحرب عادة إلى الحياة عادة ليحاربنا يسخر يقول يمكن محمد ضيف الآن يتدرب على المشاركة في ماراتون بعد الحرب قبل الحرب كان شخصية حمد ضيف في التقرير الإسرائيلية يعني مقضي عليها الآن كل شيء تغير يقول ريش لاين يجب إعادة المخطوفين وهذه ستبدو صورة نصر وعلى إسرائيل أن تقوم بواجبها اتجاه أبنائها الذين تمحت لحماس أن تختطفهم أنتكل من هذه السخرية الثانية اليوم من نتنياهو في الإعلام إلى الفيديو الأخير سريعا كلب في الجيش قتل في مواجهات في غزة اليوم عملوا له جنازة وحزن وضعوا الصحافة وكل إعلام تحدث عنه 25 ألف قتل في غزة تجاهلوهم حوالي 150 اليوم قتلوا وتجاهلوهم أطفال نساء شيوخ بلدات مهدومة أمراض مستشفيات برد وجوع ألام وتشريد وكل شيء كل هذه المعاناة يتجاهلونها واليوم تقارير حزينة وبكاء على الكلب الذي نراه على الشاشة الذي قتل في غزة وجنازة تناقض كبير ازدواجية تجاهل لـ 2 مليون و300 ألف مواطن في غزة وحزن شديد على كلبهم في الإعلام الإسرائيلي تناقضات إلى هنا أعود للستيديو اشتركوا في القناة